أعوذ بالله للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنظي للعزيز الرحيم لتنظر قرما من ذراباءهم فهم رافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقاء قدقهم مكمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فهم لا يؤمنون وسباء عليهم أنذرتهم من لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من التبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرتهم وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام المبين واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا أرسلنا إليهم السنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فقالوا إننا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم مننا بشرش مثلنا وما أنزل الرزل من شيء إن أنتم من ثلاث ثلاثون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرغل منكم وليمسنونكم منا عذاب مليم قالوا طائركم معكم أي ذكرتم من لهم أنتم قوم مصرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا العسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرم وهمتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ شذونه آلهة أن يردني الرحمن بذر لا تغذي عني شفاعة شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال المبين إني يعملت برب رب فاسمعوا قيل ذينا جنجة قال يا ليت قوم يعلم لما غفر لي ربي وجعلني من المفردين وما نزلنا على قوم بعده من جود جود السماء وما كم أقنا من أبين إن كانت إلا صيحة أو حد وحدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول رسول الله كانوا به يستنزمون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن يهنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لمنا جميع لدينا مقترون وعاية لك الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جهاجات من نخيل وأعناب مفجر فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأقباج كلها مما تمت الأرض مما تمت الأرض ومنهم كسيهم مما لا يعلم وآية لهم لوليل نسلق منهم نهار فإذا مظلم والشمس تجري تقرر لها ذلك تدير العزيز العليم والقبر قدرناه منازل حتى عادك الأردون القديم لا الشمس ينبغي لها أن يفترك القبر ولا الليل سابق سابق النصار وكلهم في فلدي اسم قسمون وآية لهم أننا حملنا أننا حملنا ذريتهم في فلك المشعور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا ولا مقذون إلا رحمة متم منا ومتاعا للاحلين وإذا قلقوا ما بين يديكم خلفكم لعلكم ترحبون وما تأتي من آيات آيات ربهم إلا كانوا مردين وإذا قل لهم انفقوا فيهم ما رزقكم الله قال للذين كفروا للذين آمنوا أن تعموا من لهم شاء الله إننا من لا في ظلال كبير إن أنتم من لا في ظلال كبير ويقولون متى هذا المحر إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفقوا في السور فإذا قلقوا من الأجداث إلى ربهم يحصلون قالوا يا بيلانا ما خدنا دنا هذا وعد الرحمن وصدقا نرسلون إن كان كان صيحة واحدة فإذا قلقوا الذين مختارون فاليوم لا تجلبوا شيء ولا تلزون إلا ما كنتم تعملون إن صحاب الجنة اليوم في شغلهم فاكرون هم وأزواجهم في ظلال كبير الأرض كبير لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا مولا الرب الرحيم وامتاز اليوم أيها المدرمون ألا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعمل الشيطان إنه لكم عدو المبين وأن اعبدوني على سرعة مستقيم ولقد أضلموا جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي التي نتوعدون إش لو هل لو هل منكم تتفرون الليوم نختم على أفوافهم وتتألمنا عيدهم وتشعر أدوى عدوهم مما كانوا نقسمون ولو نشاء لتمصنا على ألائهم فاستبقوا الشرعة فعلا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكان قيم فما استطاعوا مضيا ولا ينجعون ومن نعمره ننكس بالقلق هفلا ينفذون وما الله الشعر ما ينبغي له وإلا لكم وطراب مبيد ينظر من كان حيا ويحكي القول عن الذاترين إنما أعملت أيدينا الإنعان فهم لها مالكون وظللنا لهم فمنها من كربو منها يحبون ولهم فيها منافع ومشارف فلا يشغلون واتخذوا من دون الله آلهة العلمين لا يستطيعون وهم لهم جهن محضرون فلا يحزن فقولون إنا نعلم ما يسروا وما يعلنون هذا لم يريه الإنسان وإنسان خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم بي وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال ما لحي العظام وهي رميم قل حيح الذي يديها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقبر نارهم فإذا دومت منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر علامة لهم بلى أبوه الخلاق العليم إنما أبره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا يقول لهكم فيفير فأصبحانا الذي بيديه ملكون تكلت بشيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وإليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر